السلام عليكم متابعين الأعزاء ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة شاهد كيف سنقدم لكم اليوم مجموعة من المشاهد المدهشة والأشياء الغريبة التي لم تكن لتراها في حياتك لولا هذا الفيديو وقبل أن نبدأ نرجو منكم الاشتراك بقناتنا ليصلكم جديدنا وكذلك الاعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات الممتعة في هذا الشارع سقط شيء من السماء فجأة أمام هذه السيارة البيضاء وهذا الشيء الضخم يشبه إلى حد كبير السفون الفضائية ولا يوجد تفسير لهذا الحادث أبدا إعصار غير عادي بالرغم من تواجد العديد من المقاطع التي تعرض مختلف الظواهر الطبيعية إلا أن مشهد الإعصار هذا فريد من نوعه لا يمكن مشاهدته إلا في مناطق قليلة من كوكبنا ومن قاموا بتصويره لنا فقد عرضوا حياتهم لخطر كبير لكنهم محظوظين للغاية إن كنت لا تؤمن بوجود الأشباح فربما هذا المقطع المصور سيكون دليلا على وجود الأشباح يبدو أن هذا الأب أحضر أطفاله من أجل اللعب في الحديقة لكنه انتبه لشيء مقلق هناك فقرر أن يفتح كاميرا الهاتف ليصور لنا الحدث الغريب هذا وبالطبع ليست الرياح هي السبب لأن هذه هي الأرجوحة الوحيدة التي تتأرجح من تلقاء نفسها وإن لم تكن الرياح إذن فمن يقوم بهذا الأمر؟ شلال ناطحة سحاب كل عام يذهب عشرات آلاف السياح لمشاهدة أكبر وأجمل الشلالات في العالم لكن سكان كويانغ الصينية لم يعود بحاجة للذهاب إلى أي مكان لأنه تم بناء أعلى شلال إصطناعي يبلغ ارتفاعه 108 مترا لكن يستحيل أن تسبح تحته لأنه سيكون مؤلما ومكلفا للغاية لأن تشغيله يتطلب حوالي 120 دولارا من الكهرباء في الدقيقة اشتركوا في القناة هذه السيارة غيرت مصارها فجأة لتضع سائق الدرجة النارية في مأزق فلم يكن باستطاعته تخفيف السرعة أو حتى الابتعاد عن الطريق ليصطدم بقوة مع السيارة ويحلق في الهواء ثم ينقلب على قدميه فوق سطح السيارة بشكل مثير للدهشة أوركستر الخضروات دوما ما كنا نسمع من أبائنا عدم اللعب بالطعام لكن أبطال زماننا ربما تجهل النصيحة لينقل لنا اللعبة لمستوى آخر ما تره الآن هو الأوركستر النباتي الوحيد في العالم إنهم يستخدمون الخضر بدل الآلات الموسيقية ولدت هذه الفرقة في فيينا بالنمسا عام 1998 وهاهم الآن يتقنون العزف على الآلات الموسيقية الجديدة كالجزر والقرع والطماطم والفلفل ولكل آلة صوتها الخاص لكن هناك مشكلة يجب عليهم صنع آلات جديدة في كل حفل وبعد أن يتم صنعها ينتج عن ذلك العديد من بقايا الطعام لكنهم وجدوا الحل المناسب ألا وهو صنع الحساء للضيوف الكرام طائرة دات جسم مزدوج هي طائرة أمريكية قامت بأول رحلة لها في أبريل من هذا العام هذه الطائرة ليست أول طائرة مزدوجة في التاريخ ومع ذلك فإن هذا الأمر لا يزال يذهل العقل هذه الطائرة تمتلك أطول جناحين في تاريخ الطيران فعرض الطائرة يبلغ 117 مترا تقريبا قد تعتقد أن هذه اللقطات مأخوذة من فيلم أو ربما تكون نوعا من دودة الرمل الغريبة العملاقة تختبئ في أعماق الأرض الأمر ليس كذلك على الإطلاق في الواقع ما تراه هو سلسلة من الانفجارات يستخدمونها العمال لمساعدتهم على الحفر هذا المقطع مدهش للغاية ولو أخبرتني بما حدث دون أن تريني الفيديو فلن أصدقك أبدا هذه المرأة كانت في طريقها لتلطخ وجه الرجل بفطيرة لكنها اكتشفت بأن وجهه ملطخ بالفعل قبل أن تقوم بفعل ذلك شاحنات كهربائية لطالما سمعنا عن الجهودات المبدولة لجعل الصيارات صديقة للبيئة لكن ماذا عن الشاحنات ووسائل النقل الثقيلة هذا المقطع يعرض لنا شاحنات كهربائية يتم استخدامها في بعض الدول الأوروبية فقط كألمانيا والسويد مثلا منحوتات ورقية تدور القصة حول نحات أمريكي يدعى كوبي فيليكس يقوم بصنع منحوتات ورقية والمذهش في الأمر هو أنها لا تختلف عن أي منحوتات تقليدية أخرى والسبب وراء فكرته هذه هو أنه كان يعمل في مطبع ليكتشف أن طي الورق يمكن أن يساعد في صنع منحوتات مذهلة وها هو قد أصبح اليوم نحاتا مشهورا وأعماله الورقية هذه هي الأكثر شهرة من بين كل أعماله الأخرى من الطبيعي أن يقلق الآباء بشأن ما يفعله أطفالهم عندما يتركونهم بمفردهم في غرفهم لذلك يلجأ الكثير من الآباء لاستخدام كاميرات المراقبة ما حدث مع هذا الطفل غريب للغاية لقد سحب نفسه للأعلى وهو يحافظ على توازنه ليعود لسريره دون أن يتأدى أظن أن هذا هو أقوى رجل مستقبلي في العالم وبالطبع لا يمكننا أن نكذب دليل الكاميرا أكبر تلميذ في العالم هذا الرجل الذي يدعى جورج يختلف تماما عن من حوله لأنه بدأ في الذهاب إلى المدرسة عندما كان في التاسعة والخمسين من عمره وهو أكبر طالب في مدرسته تم تصوير هذا الفيديو عام 2016 عندما كان يبلغ من العمر 69 عاما في ذلك العام كان في الصف العاشر وهذا الرجل خير مثال لمعنى الأمل فإن كنت تريد تحقيق شيء ما فلا شيء يمكنه إقافك فجورج عندما كان صغيرا لم تكن هناك مدرسة قريبة من مكان عيشه ولم يكن للتعليم أي قيمة أنداك بعد مشاهدتكم للفيديو أخبرونا عن آرائكم في قسم التعليقات أسفل الفيديو حول أكثر المشاهد التي نالت إعجابكم وأيضا تلك التي أثارت استغرابكم فيما بينهم أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالضغط على الزر اللايك والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيهات وشكرا لكم على المشاهدة مهلا نقترح عليكم أيضا مشاهدة هذه المقاطع ترجمة نانسي قنقر